هذه نيلا وهؤلاء أصدقاؤها في الصيف ينهون دراستهم في المدرسة ثم يسلك كل منهم طريقا مختلفا في عالم مليء بالمهن مؤخرا شاركوا جميعا في برنامج للتوجيه المهني فقررت نيلا أن تصبح مصممة للمنتجات التقنية ومثل كثير من أصدقائها ستبدأ تعليما مزدوجا ولكن ماذا ستحقق من هذا التعليم المزدوج؟ كما هو واضح من الاسم ينقسم التعليم إلى قسمين تغطي المدرسة المهنية القسم الأول وتغطي شركة التدريب القسم الآخر فتتمكن نيلا حينها من تطبيق النظريات التي تتعلمها في المدرسة المهنية مباشرة في الشركة التي تتدرب فيها إن نظام التعليم المزدوج نظام مارن للغاية فمثلا ممكن أن تكون فترات التدريب قصيرة أو أن يكون التدريب بدوام جزيه فيجدوا كل فرد حلا مناسبا له والجميل في الأمر أن المرأة يتعلم مهنة تدريبية معترف بشهادتها ويتقاضى راتبا في الوقت نفسه ولكن انتبهوا ليست جميع الشركات قادرة على توفير التدريب المهني حيث يجب على الشركة أن تفي بشروط معينة حتى تعطى الصلاحية لهذا التدريب ويتم التحقق من تواجد هذه الشروط من قبل النقاب الألمانية للصناعة والتجارة من المهم جدا أن تكتسب نيلا العلوم في المدرسة المهنية إلى جانب المهارات التي تتعلمها في الشركة كل ما تحتاج نيلا معرفته موجود في لائحة التدريب لمصمم المنتجات التقنية أهم شيء هو أن تتمكن من تطبيق ما تعلمته في الحياة العملية ولأن نيلا موظفة مؤهلة فسيجب عليها لاحقا أن تدير مشاريعها الخاصة في الشركة أثناء فترة التدريب تقف النقابة الألمانية للصناعة والتجارة دائما إلى جانب نيلا والشركة التي تقوم بتدريبها حيث تهتم في البداية بعملية تسجيل عقد التدريب ثم تتولى تنظيم وإجراء الاختبارات وفي حال حدوث أي نزاعات مع الشركة تتولى النقابة الألمانية للصناعة والتجارة تمثيل دور الوسيط بين نيلا والشركات التي تقوم بتدريبها تعتبر النقابة الألمانية للصناعة والتجارة جهة الاتصال المختصة للإجابة على أي أسئلة قبل وأثناء وبعد التدريب بعد انتهاء التعليم المزدوج ستجد نيلا الكثير من الفرص المتاحة أمامها فإلى جانب فرص التقدم داخل الشركة يمكنها مثلا متابعة التدريب لتصبح مسؤولة في الأعمال التقنية وبعد بضع سنوات من الخبرة المهنية يصبح بإمكانها متابعة دراستها الجامعية دون شهادة الثانوية وبهذا يمكن توظيفها في أعمال مختلفة وتصبح محطة اهتمام شركات أخرى كذلك وبفضل التعليم المزدوج أصبحت نيلا على آتم استعداد لدخول سوق العمل وبدء حياتها المهنية الخاصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر